بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون لمرات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8 نصبح عليكم بالخير في هذا اليوم الثلاثة 11 رجال بلي عام 1434 هجرية الموافق 21 مايو لعام 2013 تقبلوا تحياتهم التنفيذ التلفزيوني معانا إبراهيم من الأخبار معانا غادة من الإخراج لذاعي معانا نزار أحمد في الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف الأعوضي ويامر حبابكم ويانا طبعا نصبح عليكم بالخير ونتمنى إن شاء الله تقضون وقت ممتع معانا من الحين وحتى الساعة الواحدة مساء إن شاء الله وراح نستقبل ملاحظاتكم على 6-00-55-16-10 ورسائكم نصيل غصير للسامس نستقبلها على 7-00-9 نتمنى يوم سعيد للجميع ونتمنى أعصاب هادي للجميع لأن وانياي في الطريج يمكن أنا كنت منتجه من بوظابي لأن عيمان فالحمد لله أستانس وانياي لأن الطريج يكون شبه الشارع يكون شبه فاضي ما في زدحام لكن على الشارع الثاني تشوف الشارع مستق من الزحمة ولا قدر الله إذا في حادث ولا شي بعد تحصل الناس تنافخ فأتمنى من الإخوان والخوات اللي في سيرهم متعودين على هذه الزحمة يوميا على نفس الروتين وساعات تزيد الزحمة بسبب يمكن الحوادث أو بسبب لا قدر الله أي مشكلة كانت سواء حتى يمكن بناء الشوارع والجسور لرصف الطرق البنيان اللي صار الحمد لله رب العالمي في المرحلة الأخيرة فأنا أتمنى من الإخوان والخوات شوي هدون أعصابهم يعني الأعصاب هذه طبعا أنت يوم أنا أتكلم من باب نفسي يعني ثير مشاكل كثيرة تأثر على صحتك تأثر على نفسيتك تأثر على خلاياك فأشوف الناس كلهم عصبة ومحط طايق عمره والواحد شوي وبيطر ثيابي يعني فأستغرب يعني فالإنسان ممكن شوي يغير فكرة يحول فكرة يحول تركيزه عن الزحمة هذه لأن الزحمة بضيقتك أنت ما رح تتفكك يعني أنت في الزحمة في الزحمة بتأخذ الوقت اللي بتأخذه ما في مجال للنقاش فلذلك هدي عصابك شوي نزار حبيبي صوتك عالي على حسب الكرفتة نزارك يطلع ينزل صوتها فأتمنى من الإخوان والخوات يهدون أعصابهم يا أخي ما بشرط اسمعني أنا اسمع أي إذاعة ثاني ولكن رخي رخي وهدي واسترخي مثل ما يقولون وخل الزحمة تمشي يا أخي ونسأ الزحمة مثل ما أقولك فحاول تحول تركيزك على أي شيء ثاني غير الزحمة اتصل في أحد يتكلم وياه وسوله فياه اسمع لك أي إذاعة ثاني إذا حبيت إذا ما حبيت ما تسمعنا لكن حاول أنك تخف على عمرك شوي لأنه فعلا والله يعني الناس ستوا عندهم ضغط وفي أمراض على فكرة لكن يمكن أن تتابع برنامج يتكلم عن أمراض العصر الحالي بسبب الإزدحامات اللي صايرة بسبب لقوف عند الإشارات بسبب ضغوط الحياة بسبب عدم وجود وقت الإنسان بيتأخر على مواعدها فأنت ما فيديك شي تسوي الشارع مزدحم مزدحم لو طلعت من وقت شوي يمكن فبالذات الإخوان يعني نسمع وائد حوادث بسبب الإرهاق بسبب النوم هذه بعد مشكلة ثانية فمنتمنى من الإخوان مجرد ما تحس أنه فيك رقاد تعبان يا أخي وقف وقف على طرف الشارع في أي محطة في أي مكان واسحب بالسيتي أخي عط رأسك رقاد شوي مال ربع ساعة نص ساعة ضبط المنابه ما للتيلفون ورد نشبه تحس من نشاطه حيوي ما في داعي تجازف وتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر يعني أنت من السيارة تطلع عليك يمين يسار يمين يسار وأنت ما تدري ففي بعض السلوكيات نتمنى أنها تتحسن لصحتك أنت ولسلامتك أنت وسلامت الآخرين طبعا فلذلك أتمنى من الناس يهدون أعصابهم شوية بالذات اللي مزدحمين الحينة وأدري أن الحرارة بدأت ترتفع فالحمد لله رب العالمي إذا قارنت وضعك بوضع منهم حواليك أحينة وأنت في الزحمة هذه إذا تطلع شوية يمين شوية يسار بتحصل عامل واقف في الشارع بتحصل واحد راكب سيارة ما فيهم كيف منزل الجام وعرقان بتحصل صاحب الشاحن اللح ذلك أو صاحب البكاب اللح ذلك بعدهم مسكيمة بهذل فأنت الحمد لله رب العالمين بعدك وضعك أحسن عن وضع غيرك فأحمد الله سبحانه وتعالى على أنت فيه من نعمة يعني وكذلك يمكن للتذكير فقط وفايدة للجميع عارف واحد من الإخوان ما شاء الله عليه محطي دائماً المسبحة عنده في السيارة المسبحة هذه فيقول قلت له ليش يعني تستخدمها قال شوف أول شيء يقول أيلس أسبح من أطلع من بضبي لين ما وصل للبيت يقول كم تسبيحة هذه يقول وانا أسمع البرنامج هو وثاني شيء تساعد على الاسترخاء لأن تلهيك عن الزحمة تلهيك عن هذا فسبحان الله يقول فهي أحد الطرق يعني ممكن لواحد يمارسها فلذلك نتمنى أعصاب هذه للجميع إذن خلونا نأخذكم في جولة سريعة في صحفنا وإخبارنا المحلية آه قبل الله تسألوني عن براشد براشد طبعاً في إجازة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح يكونوا ياكم يوم اللحد طبعاً نتحملوني ثلاثة أيام أتمنى إن شاء الله نقوم بدورنا على أكمل وجه ونأدي هذه الأمانة فبراشد إن شاء الله راح يغيب عنكم اليوم وباتر وورا باتر فإن شاء الله إن شاء الله يوم اللحد يكون موجود رغم منبين يعني وصراحة وأمانتين قال لي لاتخبرهم وين ساير أو وين أنا سألت أنا قلت له أقول حق الناس لأنه بيسألوني فقال لي لا لا تقول هذا إن شاء الله فارق طيب إذن نأخذكم في جولة سريعة في أخبارنا صحفنا المحلية لهذا اليوم طبعاً الخبر من جريدة الخليج محمد بن راشد المرأة المواطنة مصدر فخر وعز للإمارات دشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس المبنى الجديد لكليات طالبات التقنية برأس الخيمة بتكلفة ناهزة 130 مليون درهم بما فيها تجهيزات المبنى على مساحة 20 ألف متر مربع وأعرب سموه عن سعادته بالزيارة وتجشينه صرحاً جديداً من صروح العلم والتدريب مشيداً بمستوى الطالبات العلمي والتقني والمعرفي وحتى الثقافي مرجعاً ذلك إلى طموح شباب الوطن وإرادتهم في التعلم واستغلال الفرص التي تهيئها لهم قيادتهم كذلك سلطان الأيتام جزء من المجتمع ودفعهم للأمام واجب أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة أن الأمل يراوده دائماً بتكريس مجتمع خير متكافل فالأيتام شريحة لا تتجزأ من مجتمعنا والعمل على دفعها إلى الأمام واجب علينا وقال سموه بمناسبة تجشينه وقرينة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس سرع على شؤون الأسرة في الشارقة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة مبادرة التواصل كأول مزاد خيري إلكتروني لدعم تعليم الأيتام في الدولة كذلك زار جامعة خليفة وأكد أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة تولي تعليم أهمية بالغة محمد بن زايد المرحلة المقبلة تتطلب تطوير بنية تحتية علمية وتقنية لبناء العقول الوطنية أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي التعليم أهمية بالغة كونه إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق ناضتها وتقدمها مشيرا إلى أن قيادة الدولة سخرت موارد البلاد وثرواتها لبناء وصناعة الإنسان الإماراتي المتميز في عطائه وإبداعاته مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير بنية تحتية علمية وتقنية متقدمة لإيجاد وبناء العقول الوطنية جاء ذلك خلال زيارة جامعة خليفة أمس ولقائه أعضاء مجلس أمنا وأعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية وعددا من الطلبة وطلع على المشاريع البحثية والأنشطة الجامعية وقام بجولة تفقد خلالها أحدث المرافق والمختبرات بالجامعة كذلك قضية التنظيم الجلسة الأخيرة اليوم والحجز للحكم أكد القاضي المستشار فلاح الهاجر رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أن جلسة اليوم ستكون الجلسة الأخيرة لمحاكمة التنظيم السري ما أدى تلقائيا إلى استنتاج مفاده أن القضية تحجز في نهاية جلسة اليوم وفي الحكمة لم تحدث أو تحدث مفاجآت تستدعي جلسة إضافية وعقدة المحكمة أمس جلسة ساخنة قدم محامون فيها مرافعاتها من نهاية إلى جانب أربع متهمين يعملون أصلا في المحامة أو القضاء كذلك من أخبارنا المحلية سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الصناعة الجزائري وكذلك نهيان بن مبارك يبحث العلاقات الاقتصادية مع وزير جزائري ومن الأخبار اللي متصر حد طبعا اللي هو ارتفاع في درجات الحرارة توقع المركز الوطني لرصاد الجوية وزازل أن يكون تقصي اليوم الثلاثة صحوا بوجه عام وغائما جزيا في بعض المناطق الشرقية بعد الظهر ومغبرا ظهرا غربا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بشكل عام والبحر خفيف إلى متوسط الموج وتتراوح درجات الحرارة العظمى بحسب توقعات المركز ما بين 36 إلى 40 درجة في المناطق الداخلية ومن 32 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية في حين تسجل ما بين 22 إلى 29 درجة في المناطق الجبلية إذن ابو ينسير صوب اليبال حسن أقل شيء هناك 22 إلى 29 ويكون الطغس غدا لربع صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر ومغبرا ظهرا غربا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والريح خفيفة إلى معتدل السرعة بوجه عام والبحر خفيف إلى متوسط الموج الله المستعام إن شاء الله شي سمونه اللي مرت علينا الفترة الأخيرة الطرابات لا شي سموها يعني كذلك من أخبارنا المحلية سعود بن صقري استقبل القنصل الإيراني وكذلك الخميس 6 يونيو إجازة الإسراء والمعراج حشرون نبه الإجازة يعني كاننا لم يحصلين إجازات بعد سبوعين باقي تقريبا اليوم تاريخ 21 يعني تقريبا في حدوث سبوعين كذلك فتح باب الترشيح للبعثات للبعثات الدراسات العليا وكذلك بحث مع نظيره الإيرلندي عفاء الإماراتي من تأشيرة شينغن المر خليفة يهيئ الإمكانات لبن قوسين طبعا الوطني لموارسة اختصاصاته طبعا بحث محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس الاثنين خلال لقائه في مقر الأمان العامل المجلس في أبوظبي شؤون باريت رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية إيرلندا عفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الزيارة شينغن كذلك المجلس الوطني يناقش اليوم تعزيز التشريعات الإعلامية وكذلك مؤسسة محمد بن زاهد للأسكان تدعم شراء المساكن الجاهزة ونأخذ الخبر هذا بالتفصيل طبعا صرح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد براشد الإسكان بأن المؤسس تدعم شراء المساكن الجاهزة التي تنتجها المؤسسة والتي ينتجها المطورون العقاريون للمتعاملين الذين صدرت لهم موافقات بمنحة قروض شراء مساكن أو قروض بناء مساكن يقومون بتحويلها إلى قروض شراء مساكن وأوضح أن خدمة قرض شراء مساكن جاهز من السوق مباشرة خدمة قديمة تقدمها المؤسسة ولم يتم تعطيلها ولا يوجد أي مانع لدى المؤسسة في تلبية طلبات المتعاملين للحصول عليها وأرجع السبب في عزوف المتعاملين عن شراء مساكن لدى المطورين باستخدام قرض المؤسسة إلى تضمين سعر الأرض والمبالغة في قيمة المسكن أحيانا بدانا على مستوى التشطيب ورسوم الخدمة السنوية التي تدفع للمطور إلا أن المساكن التي يتم شراءها في السوق تحمل ملكية حرة وللمالك حق التصرف فيها متى ما تم تسديد قيمتها مما قد يشكل عائقا أو تهديدا لاستقرار الأسرة فيما بعد وأفاد أن مؤسسة محمد بن راشد الإسكان عملت على تقديم كل المساعدات والتسهيلات من المواطنين لبدء حياتهم الأسرية من دون الخوض في متاهات الإنشاء والتعاقد مع المقاولين والاستشارين بعد أن تزايدت معاناة الملاك من عدم توفر خبرة لديهم بكيفية بناء مسكن بتكلفة أقل واختيار المواصفات الملائمة وموضح أن من يرغب في الإقامة بمنزل فاخر فإنه ليس بحاجة إلى مساعدة وأهابا قرقاش المطورين والجهات التنظيمية ضرورة وضع نظام خاص ووحدات سكنية خاصة لمواطنين وترائع احتياجاتهم ومنهجية سداد قيمة الوحدات وتكون بالسعر تفضيلي أسوة بالعديد من الدول في العالم وقال أن مشاريع الإسكان في المؤسسة تخصص 100% من المساكن المنشأة للمواطنين من أصحاب الطلبات المقبولة كذلك من أخبارنا المحلية هيئة الطرق تطلق باقة جديدة من خدماتي الإلكترونية في يونيو طبعا موضوع الإسكان شوي هذا موضوع متشعب ففي ناس ما أدري والله الأولين يقولون أول بيت بيعه وثاني بيت أجره وثالث بيت سكن فيه تقريبا إذا ما كانت غلطان أو بالعكس المهم فموضوع المطورين هذي لهم رسوم سنوية أو يأخذونها رسوم سنوية نعم مقابل الخدمات اللي قادمونها من زراعة ومن صيانة ومن غيرها فيمكن هذا عند بعض الناس تشكل عائق يا أخي أنك أنت ما تلزمني أنها تدفع 18 ألف أو 15 ألف سنويا على أساس أنك تسوي صيانة يمكن أن أخينا ما أبقى يسوي صيانة فهذا يمكن أحد الإشكاليات بعدين ما في قانون واضح في الدولة كلها من بوضبي لين راسخيم اللي اللي في جيرها برورا بالإمارات كلها ما في قانون واضح يربط أو يلزم المطورين أو نسبة معينة يأخذونها على هذا المبلغ يعني كل واحد يحطي نسبة على كيف فهذه أحد الإشكالات فلذلك أكيد الواحد بيفكر أن يأخذ البيت هو يكون حر التصرف فيه متى ما يبغي يبيع يبيعه متى الشي يبغي يسوي فيه بيسوي فإلا بيأخذ موافقات طبعا معينة لكن البيوت الجاهزة هذه شوية فيها مشاكل فنتمنى كذلك إعادة النظر فيها وتطويع القوانين فيها لصالح المواطن يعني لأن المواطن في النهاية هو اللي بيسكن هو اللي يبغي يسكن وهو اللي يبغي يستفيد فتكون أشياء يعني بعدين نحن كبيوتنا كمواطنين يعني فيه أمور معينة يمكن ما نستغنع عنها عندنا ميالس معينة بطريقة معينة مداخل ومخارج البيت مثلا تكون بطريقة معينة في غرفة وباب حق الشرد يسمونه نحن دائما نسويها في غرف النوم مثلا إذا كانت الصالة مزدحمة مثلا فيها حريم ففيه تصاميم معينة المهم نتمنى أن يراحونها هذه يعني يمكن النموذج الغربي أخي ما ينفعني أنا كمواطن فلذلك نتمنى أن تكون فيه نماذج تخدم وأنتوا أدرا يعني ما شاء الله عليكم كلكم مواطنين الحمد لله رب العالمين فتكون يعني بطريقة معينة بحيث أن المطبخ مثلا المطبخ التحضيري والمطبخ الخارجي أماكن دخول وخروج غرفة الطعام مثلا مع المجلس ففيه أمور فيه تفاصيل كثيرة يعني كذلك من أخبارنا المحلي لجنة متابعة تقرير الدوري لحقوق الإنسان تستعرض توصيات جلسة المناقشة في جينيف طبعا 1316 طالبة و60 فصلا دراسيا في كليات تقنية طالبات رأس الخيمة ونائب رئيس الدولة يشيدوا بمستوى الطالبات العلمية والتقني والثقافي وإرادتهم في التعلم فاصل أنت ما ممثل علي تعطي فاصل على طول خلنا نأخذ شوي جولة شذا زي نأخذ هذا الفاصل وجاء تفاصل معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورحبا بمكارماتكم على 600551610 ورسائلكم نصي القصير لسيمس نستقبلها على 7-0097-009 أنا مادري أمس كل الرسائل اللاتيني على التلفون يتكلمون عن حملة ضد الدجالين وهذا ففي خبر هنا في الجريدة طبعا في جريدة الإمارات اليوم إذا عندك مكالم يعطني آنزار يقول خليجية تعرض الاحتيال 6 مرات في 5 أشهر 6 مرات مش مرة واحدة في 5 أشهر تعرض شخص من دولة خليجية الاحتيال 6 مرات متتالية خلال أقل من 5 أشهر من رجل ومرأة نيجيريين أوهما بفوزه بجائزة ضخمة قدرها مليون دولار من شركة مشروبات غازية معروفة وحصلت منهم على مبالغ مالية تصل إلى 850 ألف درهم حسب مقبولي مليون دولار معناها 3 ملايين و700 ألف إذا بيدفع 850 وبيحصل مليون ممكن يعني وقال مدير إدارة مكافحة جرامي الاقتصادية في شرط الدبي المقدم صلاح بعصيبة للإمارات اليوم أن الرجل ويدعى ميم عين عين قدم بلاغا بالواقع التي بدأت حينما كان موجودا في بلده في سبتمبر الماضي يتلقى رسالة نصية تفيد بأنه فاز بمليون دولار أمريكي من شركة مشروبات غازية مشهورة وأضاف أنه شخصا يدعى فرانك تواصل معه لاحقا وأبلغ بأن مسؤول العلاقات العامة لدى شركة المشروبات الغازية وأكد فوزه بالجائزة الكبرى ويتم التحضير حاليا لتسليمه إياها مضيفا أن الأمر استلزم بسداد ما يعادل 50 ألف درهم إماراتي بعملة بلاده حتى يحصل على شهادة تؤكد استحقاقه الجائزة على أن يقوم بتحويلها بنكيا بأسماء أشخاص آخرين هم جين سين ومشتبه فيه ثاني وكذا وأشار بعصيبة لأنه على الرغم من الشبهات التي تحيط سلوك المتهمين والتي تستدعي الشك فإن الرجل حول المبلغ المطلوب إلى أحد الأشخاص المذكورين وانتظر الرسالة تبلغه بموعد تسلمه الجائزة وأوضح أن أحد المحتلين اتصل به فعليا في نوفمبر في العام الماضي وأبلغه بأن عليه سداد مبلغ آخر يصل إلى 117 ألف قبل طلبه منه 50 ألف شافوا الريال يدفع عقوب 117 ألف لكن بعملته المحلية بحجة استخراج شهادة غسل أموال حتى لا يسأله أحد عن مصدر النقود التي سيستلمها بناء على الجائزة لافتاً للمفاجأة أن الرجل قام بتحويل المبلغ فعلياً إلى المحتالين وتابع بصيبة أن المحتالين لم يتوقفا عند هذه المرحلة بل واصلوا استياد الرجل واتصل به أحدهم في شهر ديسمبر الماضي أنه بتحويل المبلغ الجائزة إلى بنك نوردن في هولندا نزين نوردن في هولندا والذي سيتولى بدوري تحويل إليه بعد انتهاء الإجراء وسداد ضرائب الجمركية والمستحق على المبلغ والذي تقدر بما يساوي 166 ألف درهم بعملته المحلية وفي شهر يناير الماضي الجاري طلب منه الشخص نفسه مبلغ 166 أتعاب محامي محامي شركة المشروبات الغاسية وتابع عملية تخليص الجراءات الجائزة وسدد المجنة عليه المبلغ كذلك من دون تردد وأفاد بعصيبة بأن العصابة التي وجدت في الرجل هدف النموذجين وواصلة استنزافه وطلب منه المحتال الذي يطلق على نفسه في فبراير العام ماضي 117 ألف درهم بعملته المحرلية رسوم ضرائب بنكية للجائزة ولفت إلى أن المحتالين لم يكتفوا بذلك ولكن طلبوا منه في آخر مرة سداد مبلغ يساوي نحو 244 ألف درهم والتوجه إلى دولة الإمارات لمقابلة مندوم شركة المشروبات الغازية يدعى جين بن المتهم الأول ومسؤول الجائزة امرأة تدعى كذا كذا وأوضح أن تلقي تلقى اتصالا لاحقا من المتهم الثاني أبلغته بضرورة اتصال به فور وصوله إلى الإمارات حتى تعدل المكان المناسب للقائه ووصل فعليا في شهر مارس الماضي واتصل بها وفطلبت منهما يوازي 166 ألف درهم إماراتي وهنا فقط أدرك أنه وقع ضحية عملية تحتيال صباح الخير أبوه وقال أبو عصيبة أن الرجل قرر أخيرا اللجوء إلى إدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي في شرط الدبي وعلى الفور قامت مكافحة جرامي الاقتصادي بالتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية والتنسيق مع ضباط الشرط المحترين وخلال اقناع بتوافر المبلغ معه وأضافة لإدارة جهزة مبلغ المتفق عليه وقام التصوير جزء منه مسبقة وانتقل المشتكي للمكان المتفق عليه وهو أحد الفنادق في منطقة أبوهيل واتخذ أفراد الشرطة أماكنهم حتى حضر المحتالان إلى الفندق والتقيا ضحيتهم في منطقة استقبال الفندق وطلب منهما المشتكي أن يحرر له إيصال أمانة بالمبالغ التي حصل عليه منها قبل تسليمهم المبلغ المالي وبعد تحرير وصل الأمانة قام بتسليمها المبلغ وعطى الإشارة المتفق عليه الأفراد الكمين وتم يلقى القبض عليهم وحلاء إلى الجهات المختصة للتحقيق معهما في الواقعة هذه قصة أغرب من الخيال هذا الإنسان الله يحبه والله العظيم الله يحبه يعني لو الله ما يحبه كان ما يدبي كان هم مطلبوا منه أن يسلم المبلغ باليد وياه إذا هم الله خير تعاون مع شرطة دبي وسار اشتكه ولو كان راحت فلوسه تخيلوا الحين هو ما يدبي حولهم الفلوس من هناك بس سبحان الله ما في جريمة كاملة دائما وإذا هم الله خير طبعا شرطة دبي وكل الشكر والتقدير كذلك لإدارة التحريات بالذات مدير إدارة التحريات العميد خليل مصوري على الجهود اللي يبدلونها أنا أشوف يعني مفروض نص المبلغ هذا يروح لشرطة دبي يعني هم سبب في أرجاع المبلغ هذا وهو يوم سلم المبلغ هذا يعني سلمه بطمع أول شيء ثاني شيء بغفلة منه أو مغفل يعتبر مغفل ترى مش مسبع على فكرة يعني مغفل يعني غافل يعني منكلمة غافل فهو يعتبر مغفل في الحالة كيف سلم المبلغ هذا وأنا استقرب يا أخي هذي لم وين عندهم هالفلوس يوم ينقص عليهم بهذه السهولة كيف يسوون هالفلوس يا أخي والله يا أخي تستغرب نحن هذا أكيد مليونير يوم سلم ثمانمية وخمسين ألف للشخص متصل فيه بس بالتلفون يقول لحول لي ويحول لي ويحول لي ويحول لي معنا أنت مليونير يا أخي عنده فلوس صح أو لا كيف سوى الفلوس هذه وينقص عليهم بهذه الطريقة بس الله يحب سبحان الله ما تعرف شو بينهم بين ربهم يقول لك آلة سحرية قال مدير إدارة مكافحة الجرامي الاقتصادية المقدم صلاح بعصيبة أن بعض القضايا المسجلة للإدارة لا تخلو من الطرافة مثل قضية شخص عربي تعرض الاحتيال من جانب شخصين أفريقيين صرقا منه بالحيلة مبلغ ثلاثمية وخمس وثلاثين ثلاثمية وخمس وثلاثين ألف دولار نحو مليون وميتين وثلاثين ألف درهم قبل عوام عدة بعد أن أوهموه بقدرتهم على استثمارها في مجال الذهب ثم اختفي وأشار إلى أن أحد المتهمين تصب البنجن عليه لاحقا وقال له أنهما أبعدا عن الدولة وسيرسلان أشخاصا من طرفهما بآلة سحرية تحول الأوراق البيضاء إلى دولارات يا أخي يعني أنت دافع مليون وميتين ألف ناصبين عليك وقصوا عليك قالوا والله نحن نبعدنا من الدولة بس منطرش لك اثنين شوف يا أخي انزين سحرية تحول الأوراق البيضاء إلى دولارات فالتقى الرجل المتهمين فعلا وأجروا له تجربة بالجهاز وأوضح أن الرجل لجأ للشرطة وتم أعداد كمين المتهمين من خلال أحد عناصر الشرطة وضبط العصابة مع الجهاز المستخدم الذي أطلق عليه آلة الوهم وأشار بعصيبه أن هذه القضية التي وقعت منذ سنوات توضح كيف يمكن لمحتال استخدام أساليب ساذج للغاية في إقناع ضحياته بدفع مبالغ هاي للشراء الوهم مؤكدا أن القناعة وعدم اللجوء إلى وسائل غير شرعية هم السبيل الوحيد لحماية الأموال والممتلكات من هؤلاء المحتالين وطبعا في الصورة هنا الجهاز قطعة مجلد مجلد جلاد يعني جلاد ما يقوم بريالين من السوق وتيب ذهبي وهذا ومسوين فيه مثل أجهزة مال الأفلام الهندية الجديمة والأجهزة اكترونية ورموت مال المكيفة أظن يمحطين ومحطين على دولارات طبعا شو يسوون يا جماعة الخير هذيلا هذيلا عندهم مادة سودا يغطون فيها الدولار مادة سودا مثل الفحم تقريبا أو مادة كيميائية تقريبا ما تزال إلا بمادة معينة ثانية مثل الماي ما تزال إلا بمادة ثانية سائلة فيقص عليك يقولك والله عندي الدولارات هذه وهي مال حكومة مادر شو طابعينها مادر وين مال غسيل ويسوي لك فيلم يشغلك ويقنعك بطريقة معينة يعني لأنه يشتغل على العامل النفسي يعرف أن الناس هنا مثلا في هذه البلد أو في بلدان أخرى كيف نفسياتهم كيف طبائعهم كيف ممكن شو المداخل ممكن أدخل عليهم منها هذي مثلا مسلمين أوكي بأدخل عليهم من الدين هذي مثلا ماديين بأدخل عليهم عن طريق المادة هذي مثلا فهم ما يون يمسكون أي واحد من الشرع ليش عالي أنت أقول لأنا ما نزخينا أو ما طحنا فيها لا يترصدون للشخص وتكون عندهم معلومات وافي ويراقبون من فترة ويعرفون ناس يعرفون الشخص هذا مقابل طبعا كل فلوس كل فلوس يعني واحد يعرف مثلا أنا أعرف مثلا النزار أعرف نزار أنه عنده فلوس مثلا وأنا يبقى واحد من هالمحتالين أو واحد من المحتالين يعرفني فأنا أتفق إياه هذا وسربل لمعلومات عن نزار فيون يقصون على النزار يعرفون مين يدخلون له إذا هو مثلا إذا هو هاوي الأشياء اللي ببالي ببالكم يدخلون له من هالمدخل إذا هو هاوي يعني أشياء منتظة فالمهم يبون الدولارات هذه اللي مصبوغة باللون الأسود وبكل بساطة يزيل لك المادة عنها يغسل لك إياه ويكون دولار أصلي حقيقي يعني ويعطيك إياه ويقول لك روح يا أخي روح عنده يصرف وصرفه فأنت أول أنك ذكي عادة بسير بتسويها مرة ومرتين وثلاثة يعطيك ألف ألفين دولار ما عنده مشكلة لأنه يدري أنك بترجع له فهذي لهم معظمهم معظمهم دارسين علم النفس ومعظمهم متخصصين على فكرة ينومونك حتى يمكن تنوي مغناطيسي ويخلونك أن تتيب الفلوس لا صدقون أنتو كل واحد كل هذي للي انقصوا عليهم كل هم مغفلين لا والله في منهم متخصصين يتعاملون بالسحر والشعوذة فينيمك مغناطيسين أو يتعاملوا يهاك بالسحر وانت تبدأ تسلم الفلوس وانت ما تدري فالواحد يتجنبهم من البداية على طول يا أخي حصلت أي موقف أي شيء أي واحد يا خبار قال لك كذا 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 لا تطلع فهلوي لأن معظم الناس شو تقول لأوانها ذكية تعرف شو يقولون مثلي ومثلك ومثل أي واحد والله أنا بسير وبقص عليه وباخذ عني الفلوس المرة الأولى وخلاص وبسلم منها أو هو يقول أني يضاعف الأموال فأنا بودي للمية ألف بيسوي ليها خمس مية ألف وباخذ الخمس مية وخلاص انتهى الموضوع ما بيه مرة ثانية لأن المرة الأولى أكيد ما بينصب علي المرة الثانية بينصب علي لكن أنت سبحان الله ما تعرفهم كيف يتعاملون إياك ما تعرف في المداخل اللي يدخلون منها ما تعرف شو السحر اللي ممكن يمارسونه عليك فأنت لازم تنجر مرة ثانية ومش أغبية على فكرة فلذلك الواحد يتجنبهم نهائيا وإذا عندك حصلت شيء كذا ولا كذا على طول يبلغ الشرطة وخلت القانون يأخذ مجراء وأنا أتمنى أن يسن قانون معاقبة الضحية معاقبة الضحية علشان أنه ما تذكر المسائل هاي لأنه مش معقول يا أخي واحد يبغي ضاعف أمواله بالغباء هذا ويصير ويشغل الشرطة والتحريات ويشغل الناس كلها ويا أخي الشرطة ما يشغلها بروح عنده مشاكلها تي أنت يا أخي بسبت طماعك ولا جشعك أنت أي أنا أشغل الكادر هذا كله وشغل فريق العمل هذا كله وأشغل بالهم وخليهم يشتغلون ليل نهار ويراقبون ويسوون فلا يعقل لازم تكون فيه عقوبة بالنسبة لللي يلجأ لهذه نتمنى في القريب العاجل إن شاء الله نسمح شيء من هالكلام من هو عندك في فاصل ناخذ فاصل ونجاعة فاصل معكم سلام عليكم بوسعي نوجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين رابع الناس من إذاعة تلفزيون الأمارات العربية المتحدة من عجمال على الموجة 17.8 ونرح بمكرمتكم على 60551610 ورسالكم نصير قصير لسا نستقبل على 7.009 يا مرحباكم يا أنا عندكم كلمة نقول ألو 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 السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي وزفش حالك يا مرحبا يا أخوي بخير الله سلام أخوي يا الله يسلمك أنا عندي منادة وموضوعي صراحة موضوع إنساني بنتي من تاريخ 14.4 من قطع عن الدراسة ما شو من قطع ما نعنا من الدراسة من معاي أخوي عفوهم بس عبداللطيف من وين يا أخوي عبداللطيف أنا حين أكلمك من رأس الخيمة أنت من وين أنا من اليمن وبنتي محجوزة في دبي مو بعمد أمها أمها تعبان ومرضة وعلى فراش الموت اللي حاجزنا البنت بنت الحرمي يعني أختام من أمها وزوجه أختام وليس عد من بانانا فروحنا المحكمة كيف حاجزنا يعني؟ أنا كنت مودينا اليمن وكان عندها جواز دبي من قبل كان عندها جواز إماراتي أنا كان عندي بعض جواز ووديتها اليمن في 2010 حصل بينهم خلاف والخلاف في المحكمة من 2010 فأخذت البنت ثم أخذوها بالقوة وخلوها ثلاثة شهور في 2010 الغضية في المحكمة يا أخوي عفوهم بس عبداللطيف عساس ما نطولها أنتهت الغضية من المحكمة جابوا لي استدعاء استلاماء بالقوة الجبرية في تاريخ 17-14 خلاص وبعدين الشرطة ما قدروا ينفذوا ولا قدروا يجيبوها قالوا أخي ما نقدر كل ما يسيروا هناك هم يحتموا ويتكلموا باسم شيء ما عليش اسمح لي يا أخوي عبداللطيف هذا موضوع يا أخوي خاص بالمحكمة بالشرطة أخوي عبداللطيف اسمح لي يا أخوي اسمح لي عبداللطيف أي شيء خاص المحكمة والشرطة نحن ما ندخل فيها يعني أنا كإذاعة يعني فهموا علي جماعة الخيرة حكم صادر من المحكمة وشي يمس الداخلية ويمس الشرطة يعني هل ممكن أنا أتصل مثلا في القاضي أو أتصل في رئيس المحكمة أو غيرها أو أتصل في الشرطة أقولهم ليش ما نفذته ونفذته هذه إلها قنوات معينة تمشي فيها فاسمحوا لي يا جماعة الخيرة يعني فهموا أنتو حدود البرنامج نحن مش سلطة انفيذية ولا بأننا عندنا قدر نحن نتصل في القضاء أو في ديوان الشيخ أو في الشرطة نقولهم ليش ما سويته ليش ما مسكته ليش ما حطيته ليش ما شلته هذه إلها قنوات ثانية أنت لك حق بتاخذه نعم نحن بلد حرية نعم لك حق تشتكي حتى على الشرطة لك حق تشتكي ولكن في إلها قنوات في إلها طرق معينة فرجاء بس نفهم الأمور هذه نقول ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الغالي؟ يا مرحبا يا أخي تفضل منو معي؟ أخي يا كراشد لحمدي أبو سلطان تفضل يا أبو سلطان من الشارجة تفضل الله يطول بعمرك أنا عندي بس كلام أبا أقوله بخصوص الله يطول بعمرك الشيخ محمد بن زايد نحن استوانا موضوع في 2012 تقريبا في موضوع البيت أن الله يطول بعمرك ما قصر ولا خلى حد يحتاج منه فسوانا صيانة كاملة وسوانا يعني البيت كامل وطلعنا في الهجار ودفعوا الهجار وردينا أنا ممتصلي يعني أقول ولا أفلان ولا أفلان بس أنا كان في خاطري والوالد مواصلني توصيه طبعا أنني أنا أقول هالكلام هل هو عشان يسمعون دكتور الله يطول بعمرك ما مقصر يعني الشيخ سلطان بن محمد القاتم الله يطول بعمرك ما مقصر الشيخ بس أخوي يبلي تحته ما ينفر إحنا ما يلينا فما قصر يعني الشيخ محمد بن زايد لاقب منه نحنا ترى أقول لك في 2012 يوم نحنا كنا في إيجار وثوانا الشيخ طبعا أنا كنت بقوله يعني أني أشكر الشيخ محمد بن زايد بسمي بسم عائلتي أن الحمد لله يعني ثوانا البيت وردينا سكننا فيه من يده ويديد يعني الحمد لله تستاهلون ومش غريبة عليهم ما بغريبة أقول لك الواحد على الأقل يوم يحصل شيء من شيوخي لازم يرد على الأقل نحنا ما نرد مثلا كلمة شكر يعني هم ما يبون شيء منه غير الدعاء ما يبون غير الدعاء والله أنا أقول لك هذه الكلمة أقولها على هو لأن الوالد موصلتني قالت والله تشكرة شكر يعني وتمدحها والله يخليه حقنا ويطوله بعمرة وحتى الدكتور شيخ سلطان الله يطوله بعمرة ما مقصر والله العظيم ما مقصر الله يسمعون الحمد لله رب أني أنا أقول لك أنه ما مقصر الشيخ سلطان بالعكس والله بس يا أخوي يتعرف طاكبنا منه ومنه ومنه الواحد كان بيراكد يخد بيت طاح على عائدة ونت تعرف في 2012 وكل العالم عرفت وكتبنا في الجرائد وتكلمنا وعبد الله يعرف الموضوع أنا بغيت أشكر يعني الشيخ محمد بن زايد الله يطوله بعمرة طلعنا في إيجار وسكننا في إيجار ودفع عنا الإيجار وكل شيء وثواننا البيت كامل يتوين الأقلين في من يومين أنا بغيت أتصل وأشكره يعني شكر عني وعالت يعني وأشكر الدكتور الدكتور طبعا ما قصر الحمد لله الشيخ سلطان معروف في كرامة يعني بس واحد يقول الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين تستاهلون تستاهلون كل خير الله يطول بعمرك أخوي يطول بعمار شيخنا اللي ما يخلونا منحتاج حق أي بني آدم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله يطول بعمرك أخوي ما بغيت تشكر بس هذا أو كدب واصلة يعني وما عرفت واصلة إلا طبعا بالإذاعة عندكم إذاعة عندكم ما شاء الله مفتوحة وقابلك كل الناس يعني بسلطان شوف اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى وثاني شيء ما لا يشكر القليل لا يشكر الكثير والله سبحانه وتعالى كذلك يقول قليلا من عبادية الشكر فدائما الإنسان ويقول لك الحمد والشكر مقيدة للنعم فالله يدين هاي النعم علينا إن شاء الله والله يواليهم الصحة والعافية إن شاء الله ويتكتروا في خير إن شاء الله ويبارك في أعمارهم وأعمالهم إن شاء الله هذا اللي نحن نقدر نسويه نحن بس ندعي لهم بس وهم مش محتاجين مننا أكثر من جذر فأقول حق الوالدي يزاه الله خير خلت تدعي لبس والله تسمع ويالسة تسمع وقامت هي تبا ترمس هي كانت تبا تضرع في اللي يعني فالإزاعه تشكره بروحة يزاه الله خير ويخليني أنا بقول اللي في خاطري من سنة ونصة حين من واحد واحد 2012 الحمد لله رب العالم الحمد لله طلعنا وسكننا وردي إلى بيتنا مرة ثاني الحمد لله الله خلانا نحتاج حق أي حد الحمد لله هذا الشكر موصول له يعني الله يطوله بعمرة وحده بسور الشيخ سلطان الله يطوله بعمرة ويخلي يذكر حقنا وحق شعبه والحمد لله شوخنا كلهم أنا ما أطري أطري شوخ كلهم الحمد لله من أسيرهم باب مفتوح عندهم الحمد لله ما ضمسكر ما ضمسكر ما يبي يسمعون الباجي خلافة إن شاء الله وروح لا شوخنا الحمد لله ما مبقصرين على حد إذاك الله خير هذا كلام اللي كنت بقوله لا شكرا على واجب يطوي نحن بعد بوامر وهم موجودين ترانا الله يطول بعمرة بكلهم إن شاء الله واباهم يسمعون الكلام والتعاون اللي دعاتنا مياه الوالد وكل وايهاي بالدنيا كلها وإذاك الله خير تسلم 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 يا بسلطان الله يحفظ الله يطوله حياك الشيخ حياك يا أخي نقول ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أستاذ يا مرحب أختيت الله يرضى عليكم يا مسعيد الفضل يا مسعيد لو سمحتك نحن حاب ناقش موضوع يهم الجميع مش يهمنينا بس الموضوع يا أخي الفاضل نحن مجموعة من الموظفين تم تحويلنا من 2007 على برنامج التاهيل الوظيفي طيب على أساسا يعدون أوضاعنا على الجهات حكومية أخرى من وين من عدة مؤسسات في إمارة أبوظبي من العين والمنطقة الغربية وأبوظبي طيب تم تحويلنا على جامعة أبوظبي على أساس أن نظل سنتين في التأهيل الوظيفي وبعدين تم تحويلنا على وظائف أخرى ظلنا سنتين في برنامج التأهيل الوظيفي في جامعة أبوظبي بعدين قالوا والله البرنامج هذا فاشل أرجعوا يلسوا في بيوتكم لأن نشوفوا لكم حل أردوا وتواصلوا معنا بعد فترة قالوا والله تم تحويلكم على دوائر حكومية مختلفة في المناطق اللي أنتوا فيهم هذا الكلام كان 2011 طيب تم تسكينكم على الوظائف الجديدة بالمميزات أفضل من اللي كنتوا فيها الحين صارنا عزيزي سنتين وهي السنة الثانية وإحنا محاولين على الدوائب الحكومية الأخرى لحد الحين لا تم تعديل وضعنا ولا تم تسكيننا على الوظائف اللي إحنا فيها كل ما تراجع جهة قالت لك والله الجهة هذه لا أنا مش اختصاصي اختصاص المجلس التنفيدي المجلس التنفيدي قال لا فيه صلاحية حق الإدارات اللي أنتوا فيها أنها تعدل أوضاعكم وتحطي ترقيكم على الشواغر الموجودة الإدارات هذه قالت لا إحنا ما لدينا علاقة نحن تريد توجيهات يتي من جهات عليا زي كم وحدة أنتوا تقريباً المسعيد تقريباً العدد اللي يرى عليك فوق الألف ومئتين ألف ومئتين شخص نعم اللي يتحمل تحويلنا من برنامج التأهيل الوظيفي فوق الألف ومئتين شخص بس كلكم تشتغلون لا مش كنا نشتغل مجموعة انضبطت في الأعمال مجموعة ما زالت لحد الحين في بيوتها ليش لأن الوظائف اللي نعرضت عليها مناسبتها أو أنهم ما عرضوا عليهم مظايف تناسب أوضاعهم في حد على الدرجات الخاصة في حد على الدرجة الأولى في حد على الدرجة الثانية هذه اللي طبعاً ما تضرر ضررنا ضررنا نحن أصحاب الدرجات الدنيا اللي صارنا فوق العشر سنوات حد درجة التاسعة ما تعدل وضعنا لا عفوا بس أنت تقولي لمجلس التنفيذي قال موضوعكم مش عندنا الأدارات اللي أنتم تنتمونها المفروض هي أن تنكركم على الشواغر اللي موجودة عندها زين تريدنا نتواصل يا منو والله يا أخي ما أدري هل تتواصلوا مع الشؤون البلدية لأننا تابعين الموظفين سنتحولنا على الشؤون البلدية على بلدية العين بلدية بوظبي بلدية المنطقة الغربية الشؤون البلدية نعم الشؤون البلدية الآن الموظفين تخيل عشر سنوات وانت على الدرجة التاسعة وفي موظفين شهادهم أقل عنك وتوهم مداد هي بس لو الدرجة تكون شوي مرتفعة أو نازلة مثلا أم سعيد أنت عارف الوضع صار تعديل يعني من ناحية الموارد البشرية وغيرها ولكن صار تعديل بس بس لحظة شوي حتى الدرجة لو تكون نازلة لكن رواتب ترزينة بالنسبة لنحن فرق يا أخي في الرواتب يعني مثلا حين الليلة أنت عندك ثانوية عامة زين زميلك في الدرجة السادسة يستلم له 22 ألف أنت على الدرجة التاسعة تستلم لك 14 ألف هل هذا معادلة؟ زين يعني أنت قصدت بالثينة تم ثانوية عامة؟ نعم لا في عندنا يا أخي مخلصين بكالوريوس في حد ما تستير لا 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 في التاسعة أنت قلتيلي في التاسعة وفي الخامسة أو في السادسة نعم حد في السادسة حد في الخامسة حد في يعني كلهم ثانوية عامة نعم حد ثانوية عامة حد دبلوم حد لا شاهدهم أعلى مزين حينتي موضوعك عند الشؤون البلدية صح؟ موضوعنا عند الشؤون البلدية والمجلس التنفيذي في أمارة أبوظبي يعني هل جهدين المقتصر لا أنت قلتي المجلس التنفيذي قال أن الإدارات اللي عندكم عندهم صلاحيات أنهم يعدلون وضعكم نعم أنهم يعدلون وضعنا ويحطونا على الدرجات الشاغرة في الإدارات اللي إحنا فيها طيب أنت يوم راجعتوا وداراتكم شو قالوا؟ قالوا والله نحن ما يتنا توجيهات من وين؟ من وين ما أدري يعني هل من الإدارة إدارة شؤون البلدية أو من المجلس التنفيذي بالضبط مش عارفة يعني ما أحد عطانا حل نهائيا كل ما تقول لحق شخص قال لك والله الموضوع مش عندي الموضوع مش عندي طيب الموضوع عند منه؟ نشوف الشؤون البلدية نحن نحاول نتواصل إياها إن شاء الله فالك طيب فالكم أي خيب يخوي أزاك الله خير الله يحافظك مشكور يا أخي حياكم نأخذ هذا الفاصل نوجد لكم تحية أعزائي المستمع المشاهدين متابعين الرابعة والناس من إذاعة والتلفزيون المعارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 17.8 نرح بمكارماتكم على 600551610 ورسالكم نصير قصير لسيمس نستقبل على 7009 شوف لي الشؤون البلدية الله يخليك في بوظبي نزين عرضني مكالمة ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته سبحانك أبو يا مرحبو بي تفضل شوف بارك الله يبارك فيك الله يخليك عندي موضوع أنا بشتكي اسمي عندك تفضل يا أبو ابن معاي بس نعم ابن معاي نعم شعبان عبدالله محمد الحمادي شعبان عبدالله تفضل يا أبو عبدالله الله يخلي يالله خليك أننا قاعدين قاعدين في إيجار نعم من أين أبوي أنت؟ أنا في عجمان وبيه ساكن عجمان كيف؟ ساكن مزارة كيف؟ تفضل أعرف طال عمرك؟ نعم عمرك طويل ساكن في عجمان وساكن بإيجار وساكن بإيجار ساكن بإيجار ساكن بإيجار أعرف شون مهم وجاري سبعين سبعين عالف صهار보 ساكن بإيجار فساكن بإيجار يعني يا أبي أنا ريال مريغ وهو أقصد من ريال بإيجار هذا مواطن انت ابوي نعم ليش ما قدمت على الاسكان ليش ما قدمت على المشروع الشيخ زايد المشروع الشيخ زايد على الاسكان وهذا بعد ما طلع على الحميد وليش تأخروا عليك هالكثر ومادي بيقولوا انت من يقول لي انت من 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 2008 لحن ما يعني ما طلع لحن 2008 ما طلعش انت في 2008 مقدم؟ مقدم في 2008 نعم ليش ما مقدم قبل؟ من قدمت قبل متأخر يعني وهذا وين تشتغل شو تستلم؟ الشؤون يعطونك ولي عندك راتب؟ لا اشتغل في البلدية بلدية شو بيعطونك بلدية سباح تعالى سباح تعالى بشويه ولي تشتغل علي هذا نزيل عندك رقم الطلب أي طلب طلب ما اللي كان رقم الطلب لا لا أعطنا رقم الطلب نشوف نتابع البرنامج نزيل خل 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 بناخذ رقم تلفونك رقم تلفون بناخذ رقم تلفونك بنرجع باتصل فيك انت جاهز رقم الطلب الله يخليك فارق طيب يا بوي في مكالمة ألو مرحبا السلام وحطر البركاته كيف الحال الحمد لله ربعا تفضل يا أخي من معي وياك علي علي من وين يا علي من دبي تفضلي علي طويل العمر يا أخي عندي شكو على وكالة القرقاش المورسيتس أنا طويل عمرك شاري سيارة من فترة بسيطة يعني يتبا تشيك سيارة عندهم فقالوا لي لازم تغيير اسم تغيير اسم والله دفاع 500 درهم رسول أنا من ستويت طبعك ولا وكالة في المرات كلها تاخذ رسم على تغيير الاسم فقال لي إذا تتبا تشيك سيارة عندنا لازم تغيير والله اسم المالك من المالك قبل المالك يجيز حشاء مرور هذا حتى المرور ما يقولوا لك لا يقول لك لازم تغيير ولا ما نشيك لك انت شاري سيارة يعني من عند ريال أنا شاري السيارة طويل عمرك من عند ريال والسيارة باسم الريال في الوكالة هيا شارنها ملوكالة منزيل فهيتي أنا طول عمرك قالوا إذا تبا تغير إنهمần تشيك لازم تغيير اسم اول شي باسم الريال باسمك انت يعني منها اسم الريال اي لاسمك في المجمهات الخير يعني لا مجور hanno دفاع 500 ما زوق loro باسم الريال لا لا يسأل لا 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 لازم خلاص المنتقل بس مجدد في خمسة مئنة كما جماعة الخير هذا أنا المرسدس عرفه يعني من قبل ما كان مجد قال لا والله هذا قانون يديد يتنمزين وكافة ما ما موجود عندهم قال أو لا ويعني ما عرف على شو لا سير في الشارع الناس والعالم ولا طول عملك ماذا كان اشتكيت عليهم وزارة الاقتصاد لنا موضوعهم هم اقتصاد ترى يا امال هذا ال ما احد قضالت حياة تبسط قال لي ان شاء الله وما وعود ومشي منها تبسط انا انا يعني انا استغربت من هذا الموضوع حتى قال لي قال لي يعني اذا تبتيك السيارك لازم تطريد اسم المالك لا اله الا الله هاي شغلة بعد فالحين ودفع خمسمائة درام حين انت تدريت تعلم شو سويت حين علي انت انت عطيت الوكالات كلها حين هالفكرة لا لا ما عطيتهم نحن زامينهم وانا مدحم لا لا كل الوكالات حين بيسوين نفس الحركة بيقولك والله تعال تغير من اسم للاسم تبقى يدفع يا جماعة الخير وكالات هنا في قاتل بي ام مجابلت انها مرة عدالها انا ما اخذ سيارة من الوكالة باسمي انا يوم وصلت يعني شار ما تقو بعت على ريال يا ريال واستلمها استلم السيارة وغيرها بدا هذا كم غيرها بعض كذا مرة يعني باسم واحد ثالث فما شيعي هالرسوم هال فقرقاش انا يعني وبعدين انا يبدل تغير طويل عمرك مثل ان انا قلت له مثل ان انا السيارة عبالها تشيك بس يكون غلاء لازم اول شي انك انت تتبع النظام الذي هو تدفع لنا خمسمائة دهار وبعدين اندخل السيارة تشيك كيف يعني؟ يعني لازم تدفع الرسوم اللي هي خمسمائة درهم قبل اول شي هالحين قبل تدفع على شو ادفع فانت تبعنا نتشيك لك السيارة قصلك خمسمائة عساس دخل السيارة و خمسمائة عساس تغير الاسم؟ لا 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 خمسمائة هاي غير هاي هاي يعني هذا الف درهم لا هي نفسة يعني خمسمائة ما تنسب والشغلات الثانية مثل انا قلت لاباك تشيك لي السيارة لا فرضنا السيارة باسمك تدفع خمسمائة بعد؟ خلصت الدمرتها والله انا ما سألت بتبصل والله عادي ما ما توصل وشان لا في خاطرهم طويل عمر نباع ناس دوعي هالشي ناس اه والله مادري حين بنتصل في وقبوية اتصلوا لهم دكتور هاشم نعيمي بنشوف طويل عمر حتى في خدمات يعني توكلات ثانية اللي هي كونتراك تشيرفز وخدمة طويل عمر كونتراك شغلتها يومين كملها سبوعين يعني شغلت تحايل على الزبون غير طبيعية انت باتي هناك بيقولك لا بدل هذا وبدل هذا يعني كيف سوقهم ماشي يا علي اذا هم نظامهم ما في بوضابي هم بعد لا 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 في بوضابي غني الامارات لا لا هي نفسة تراها الامارات لا 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 في وكالتين ترا في دبي والامارات الشمالية انت شو يعني يعني الحين يسمع والله شوف اقول لك الحين انت من ناحية انك تكون مستهلك المسؤولة عنك حماية المستهلك من زين حماية المستهلك يا طويل حين انا اتصلت بلغت في الشكل بس ما ان شاء الله وان شاء الله وين عادها ان شاء الله هالكلام الحين انا بياينهم من من يعني من فترة بسيطة يعني ياينهم وصار هالموضوع اتصلت حماية المستهلك والارقام اللي هو هذا كم الرقم اللي اتصلت عليه؟ والله شك اظنني عندي هني والله شام بيقعد والله يعداك اتشاذب الرقم تبسط قم ادري وين يمكن اضاع من ترفوه بس اذا هو الوعد اللي يعني ان شاء الله ما نعاوذك بالتصال لا احد اللي يعاوذنا بالتصال ولا احد النظار فينا علي رقمك موجود بنحاوم تواصل مع استاد دكتور هاسمي ابو يا انت مرت تواصلوني يوهم ولا تردون على القرقاش هذا القرقاش طويل لا 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 قرقاش نحن ما لنا حق نتصل فيه نحن لنا حق نتصل في حماية المستهلك نحن ما لنا حق نتصل في شركات خاصة و بنوقة وغيرة في جهامة سؤولة عنهم فهمت عليك كيف؟ شام بتقضين شغلة الجهامة نحن نتريع ريا فيهم نسمع حين نتصل فيهم هل من حقهم ولا مش من حقهم يمكن هم عاطينهم يمكن كدار اقتصادية بعترهم ما يصدرون قرارات زيادة الرسوم الا بناء على موافقات مسبقة فيمكن الدارة الاقتصادية هم مقدمين لهم طلب واجراءهم سليم مقدمين طلب للدارة الاقتصادية بأنه والله نحن بنفرض رسوم في حال ان شخص باع سيارته ويعيب يغير الاسم عندنا نحن نفرض عليه رسوم خمسة مدر انت ريال بشيك عندك ريال بالماخذ ما عليش علي فهم علي منون المرخص للوكالة في جهة اقتصادية او وزارة الاقتصادة او دائرة اقتصادية صح او لا فهنا مفروض الوزارة انه تحميني كمستهلك او الدائرة تحميني كمستهلك مش الشركة الشركة شغلتها ربح مادة بحت ما في مجال فانا اللي اعطيه موافقة ولا ارفر فحينه هنا هذا السؤال هل هم عندهم موافقة هل هنا بعد فيه هنا تتخلم حماية المستهلك الزرة الحين من الاسم فلان الاسم فلان استوى خمسمائة درم والله شوف ترى هو غير منطقي ما هنمني اللي قرر حماية المستهلك والله شأن حماية المستهلك طول عمرك هي مصرحة في هالشي يعني بس ما ظني انه تسمهم ما حينتر اقول لك الحين ناخذ ناخذ الدكتور احسن نستوضح منه ونشوف ان هل الرسوم هذي منطقي ولا لا ولكن ان شاء الله يخوي علي فالك طيب فالك طيب فالك طيب فالك طيب نقول الو السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته اقول كيف حالك يا مرحبا يا طيب بخير الله يبارك فيك اعزاك الله يطول لعمرك حبيت ابارك لسمو الشيخ راشد بالحميد النعيبي بناسبة حصوله نادي عجمان على كاسة الصلاة يستاهلون وجميع ادارة عجمان ولاعبين وجماهير عجمان يزاك الله خير عندي بيتين شعر طال عمرك للشيخ راشد بالحميد تفضل يا طيب نمعي بس الشعر خلف الزعابي والنعم ينعم بحالك فأقول مرحبا بك يا غلبلادي يلي باسمك تنور الديرة في لقاك الفرح يزدادي والشعر تزها تعابيرة مرحبا بك يا غلبلادي يلي باسمك تنور الديرة في لقاك الفرح يزدادي والشعر تزها تعابيرة راشد هو عزن وأمجادي شيخ يضرب للمجسيرة راشد هو عزن وأمجادي شيخ يضرب للمجسيرة سيرة أشهد أنه شخص مبعادي من فرد في حسن تبكيرة أشهد أنه شخص مبعادي من فرد في حسن تبكيرة مع كل برتغالي ارتادي وفي العلا رفت بناديرة حقك بتوجيه كمجادي في اللعب مفنود عن غيره دام عندك يا غلا بلادي نور رياضي مجمل التيرة والسلام جميع المستمعين صح حسانك الشاعر آمين يا رب العالمين الله يسلم بلادنا ويسلم الشوخنا إن شاء الله إذا كنت خلقك مشكور على الأبيعات الجميلة الله يحفظك نقول لألو مرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته أخوي تصلنا هنا فترة بس مع الخطريم كلمتنا وقالت تواصل بس ما تواصلت ممكن تواصلني معها بس بلخطريم نعم ستصل بدالي أخوي كم الرقم المباشر عنده هناك نزار والله ما أدري نزي شو الموضوع يا أخوي بس أنا الضريض أخوي اللي كلمتكم من شهر تقريبا عشان جاز السكر وساعدة المدرسة وهذا أيوة وما حتواصل معي تقريبا نزي رقمه مش موجود نزي مش باين عندي رقمك تقدر طرش لي مساج يا أخوي بس والله أنا ما أشوف بعطيك الرقم عني نزي لحظة شوي بس بيسحب الخط وبيأخذ عنك الرقم بيتواصلهم إياك وياكم إن شاء الله فالك طيب يا أخوي أصبر شوي بس خلوكي على الخط شوف رقمه نزي إذا نحن تواصلي معاكم على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة واحد صفر وسائلكم نصيل غسيلة سمسة نستقبل على سبعة صفر صفر تسع ناخذ شوية رسائل البقدونس أو تصير لحمة مفرومة دان الحوسني طبعا هذا ليس فرنامج اللفات أرجو قراءة الرسالة وتوجي سؤال واحد إلى معالي وزير التربية والتعليم هل هناك ترقيات باقية أو وعود كالأحلام بعد شهر أو شهرين أبو محمد السؤال ليس موجه لي أنا معالي وزير التربية نزي يا أهل الخير غيمكم بالخير ماطر بغينا نسافر نشوف أهلنا هذا يبغي مساعدة تذاكر سفر اللي هو بخمسة آلاف يبغي يسير يشوف أهله السلام عليكم في مرسوم صادر شهادة حسن السيرة بدون طلب رد اعتبار بعد انتهاء سلام عليكم في مرسوم صادر في حياة الشيخ زايد الله يرحمه ينصب حصول مواطنة على شهادة حسن السيرة والسلوك بدون طلب رد اعتبار بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة هل تم إلغاء هذا المرسوم ولا لا وأرجو الاتصال تحت لهوالي توضيح الموضوع أخوكم بخالد والله يا بخالد أنا ما عندي فكرة ولكن سؤالك بعد بالنسبة لي مش واضح لكن مش موضوع اختصاصنا ما أدري شي أقولك يا بخالد هل انت تختصر الموضوع يا أخوي هل انت موضوعك تبغي شهادة حسن السيرة والسلوك ومش طايعين يعطونك ولا شو الموضوع بالضبط ممكن تساعدني في سراميك البيت فقط حيث اني متقاعد وساكن في بيت إجار هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير بيوسف قول لبراشد هذي آخر شرد أخوك بفايد الشعباوي مبروك لنادي عجمان وإلى الأمام والله يا أخي تعرف انت يشرد ويوهك في آخر لحظة يتصل فيه ما يتصل فيني البارحة الساعة وحدة ونص كذا 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 أحبك في الله أبو فهد الشعباوي أحبك الذي أحببتني فيه وأحببتني من أجله يا أخوي فهد أبو فهد يزاك الله خير يا أبو فهد مشكور وما قصرت على كلامك الطيب نزين أرجو قراءات رسالتي عليها وأمانة أبو يمساعد لعملية زراعة علشان أصير أب تكلف 24 ألف درهم من أهل الخير وهذه رسالتك قرينا السلام عليكم أنا طالب أخرج في 2008 ثانوية ومن سكان بوظبي قدمت في كل مكان لأن الحين ما طلعت لي وظيفة وأنتو تقولون الأولوية للمواطنين قدمت في معارض توظيف والنت وبعد ماشي أمل قولنا شو نسوي راضين بأي وظيفة بس كل ما نقدم يقولون ما عندنا وظيف أزيل من 2008 ليلة 2013 لو مكمل دراستك ما بحسلك كان حين ما أخذ الشهادة الجامعية من عندك نقول ألو ألو مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا مرحب يا أخوي ويألك خالد من إجبيت تفضل يا أخي خالد حبيب بس لدي ملاحظة ملاحظتين هنا ملاحظتين هنا ملاحظت قولة على بلدية إجبيت نعم قبل أن تبكرامة اشتركوا في القناة